السلام عليكم مرحبا بكم من جديد متتابعي قناة ميجاوز فكنت مني إن شاء الله تكونوا كلكم بخير رجعتكم مرة أخرى فيديو جديد ومحتوى جديد كانت مني إن شاء الله هنا لإعجاب ديلكم كيف كانت مني يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي غبرت عليكم شوية بالمناسبة شكرا لكم البنات اللي كانت تقصيوا عليها فبغيت غير نرتاح شوية الحمد لله أنا بخير وكيف وعدتكم إن شاء الله إذا كتب وعاوني سيد ربي يعني ما غنطولش عليكم الغيبة ولكن كنبغي نرتاح مرة مرة المورال ما كيكونش دائما في المستوى وإحنا باشر المورال مرة طالع مرة هابط فكنبغي شوية مرة مرة هكذا نرتاح كيف كان قولوا تنت على جنباتي خصوصا جاء مع الويكند رغم أنني هاد الفيديو هادا صورته النهار لحد في نوص النهار بغيت نجيل كارفورة لبنات وبغيت نشارك معكم بعض التخفيضات اللي كانوا مهمين بغيت نصوره لكم ولكن للأسف ما كتبش لأنني ما دخلت شي كيف كتشوفوا البركينات كانوا عمرين ترتقين سوال تحتاني سوال فقاني يعني عمرين عمرين بزاف بمعنى الكلمة فما قدرناش ندخلو لأنك يمشي لنا الوقت غيف باش للقاوا نمو طعم باركيو واحتم لي كان ندخلو يعني كان حصلو فلاكس ففضلت أنني ما ندخلش لأنه غيمشي للنهار كامل رغم أنني اللي بنات جيت بكري كانت هنا تقريبا نشيل الوحدة واربعة ولا الوحدة ونص لأنني قلت نمشي بكري قبل ما تعمر الدنيا ولكن تضح لي أنه الناس كاملين وقي لك يقولون نفس الكلام يلا هنمشي ودابا بكري قبل ما تعمر الدنيا وطلقينا كاملين بينات ما قبل ما تعمر الدنيا المهمة لبنات كملنا هكذا واحد برسيو طويل تغدينا وغادي نرجعو في حالنا الدرسة فيما اتخارت ما حتى حاجة غنتلقاو في الدرسة إن شاء الله الفيديو باقي طويل وبالمناسبة لبنات كنقولكم إذا كنتوا كتشوفوا أن القناة ديالي كتعجبكم وقناة في المستوى حاولوا تشجعوني وتدعموني بالبغتاج والتعليق ديالكم وأيضا حتى لايكات لأنهم كيشجعوا ويعونونا صراحة بزف بزف ما تنسوش لايكات لبنات وبالنسبة للأخوات اللي كيشوفوا القناة الأول مرة شتركوا معنا وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الفيديوهات كيف كتشوفوا البنات حنا دا بصها في هوا ديالدر وبغيتم نقول لكم هنا يا هدا الرومب وانت عين قطيوت فبغيتم نقول لكم البنات أنا بنت عين قطيوت يعني خلقة وكابرة ومربية في عين قطيوت ربما يكونوا معنا بعض البنات هنا يا أو بعض الأخوات من عين قطيوت يكونوا جيران ديالي وأنا ما كان عارفهم شي فالبنات اللي من طنجة وقرابين عين قطيوت أو سكني فعيا في عين قطيوت يخليوها النقف في تعالق فكيف كتشوفوا البنات ما بعد ما رجعت أكيد ارتحت شوية وشربت القهيوة ديالي غد نتشارك معاكم عشيوتي هاكدا اللي غد تكون عبارة عن واحد شربة ديال الخضر سبق لي تشاركس معاكم بزاف تلمارات ووحد لاكيش اللي اقتصاديين جدا يعني بلاحها لي بلاقش دا بلا بايد بلاح تحاجة هادا لو اي كي بغي يجي جمع معا يملي كنكون هكدا في الكوزينة وحتى أنا كان بغي نجمع معا هكدا بش كان هدار معاه فما ما كانش يفرسوا أن الكاميرا شعلة عاد قوت له كاميرا شعلة ومشاف حالو فكان بغي البينات هكدا من يكون في الكوزينة نعايت لهم بقى نجمع معاهم ونهدار معاهم يعني وخخها الدامة ولكن في نفس الوقت كان عطيهم الوقت شوية فهد شربة البينات كان عمل فيها الخضر اللي عندي متوجدة كاملة كان عملها بصلة بطاطا الجزار قرعة الحمرة الخضرة مهم كل شي كل شي لك الشي اللي بغيتو عملوه اللي فيتا صافي وكان نضيف عليها الماء حتى كان اغطيها بالماء وكانت بلاء غير بالملح لي بزر وسكينجبر أكيدا اللي بنات عملت واحد معي القاعد الزبدة مع جوجد معا لقد الزيت ما تصوروا لي شي وواحد الفص ديالتو ما غدي تشوفوني غادي نزيدو الدابة هاد شي باش كانت بلوم صراحة ملي كيكون عندي الوقت هات الشربة هدي كانت نشحرة شوية مع ديك الملعقة الزبدة والزيت ما لي ما كيكونش الوقت كان نوضع كل شي ما بعطيتو في حال دبالي كتشوفو ولكن وخاهك دك كتجي اغزالو كتجي بنينة بزف غدي نشد عليها لانا عندي كمية كتيرة كنعمل شربة ديال يومين وغدي نخليها باش طيب وهنا البنات هدي نتشارك معاكم واحد اللي كيش بالعجين المورق كيجيو رائعين وكيجيو اقتصاديين بزف بزف هدي نحتاج معاهم واحد البصلة كبيرة مشالدة مع واحد الحباء البويروس هاد البويروس هاد البويروس هالبنات عملتو محتف الشربة ملي كيكونوا متوجدين كينس مصرحة الشربة وكيجيو بنانين وهوما مغديين بزف بزف بالنسبة للشربة البنات كيف قدكم عملو في هالخدر اللي بغيتو انا مني كنكون غنطحنا هدي هات الشربة اللي يشكل على شكل فيلوتة ما كان عملش معها غلو بيا خضره ما كان عملش معها جلبان صافي ما الباقي كان عمل كل شي صافي مبعد ما قطعتم كنضيف عليهم شوية زيت زيتون وكانت بلهم غير بالملح واليبزر هدا اليبزر ومبعد غدي نضيف شوية دي مليحة صافي بغيتو ما تتبلوهم شي حاجة اخرى تبلهم ولكن انا المملحات صراحة ما كان بغيش نتبلهم بالعطرية هكذا ما كيجيو شي بنانين كيجيو في حالي كتاكل المكلة فحالي كان كيف شنقول فحالي كان ناكلو القوز كان قولو هكذا ما كيجيوش يعني مملاحات ولكن مملاحات ما كيبغيش العطرية باش كتبقى الحاجات كتطيبو معلى الاصل ديالهم صافي وغدي نزيد لهم شوية صلصة الصوجة ما كان شي متواجدة بلاش ما تضيفوها صافي غدي نشحرهم غير شوية ونضيف عليهم واحد الكورة ديال الكفتة هيا كيف كتشوفوها عندي متبلاء وكل شي الكمية كتبقى يعني غير محددة ديك شلي عندكم معينكم ميزانكم انا كيف كتشوفوها كمية اللي هي قليلة وغمقا نضغط عليها حتى كتفتت وكنحس بيها الطابت عد كنتفبوطة صافي ما كين حتى حاجة ملي كنتفبوطة كنضيف عليها قصبور ومع النس وكنضيف عليها الزيتون الاخضر ولكن دبا انا ما عنديش الزيتون بالنسبة الشربة ديالي كيف كتشوفوها هي فطنجرة باقة كطي الحشوة ضروري كن عملا باش كنخليها تبرد شوية فكيف قلتكن زيتون الاخضر كيبنن الحشوة كتجي غزالة ولكن انا للأسف ما عندي شي وصافي هادشي اللي عملت فيها بغيتو تضيفو اي حاجة تضيفوها ولكن انا ما غدي نضيف حتى شي خضرة من غير الكفتة والباصل والبوروس والسلسلة السوجة الصراحة كتجي روعة كيجي المدق دياله فن وكتجي مغايرة على الحشوات اللي معتادين كنعملهم صافي هنا كنطلق العجين المورق ديالي هادا البنات عندي مشري ملي كتكون حاجة محضرة في الدرع عفوا ارا كنقول للكم ولكن هادا جيبته في الدم لي كنت مجا شريتهم بهم تقريبا هادا نص كيلو كيعمل 15 درهم وخمسين وقيلة صافي كنطلق العجينة ديالي واحد السمك لي ما يكونش يرقيه بزافة البنات باش كتخليوا العجين المورق فين يطلع شوية وكنوضع القوالي بقدام بعطيتهم عاد كنعمل عليه العجينة هكذا كتجي سهلة على انه قمت بقاو تلبسو قلب بقالب هكذا صراحة مكتعقل شي وحتى هاد العجينة اللي بنات صراحة هاد العجين المورق كنعملو انا مزافة الحاجات كيسهل عليا لانه كيكون ناجح وكيجي غزل وكيجي عشيش ما كيجيش يعني ما كيجيش يعني ما كيجيش يقاس صاحة ولا شي حاجة وملي كنحضرو في الدرق كنحضرو ولكن صراحة اغلب الاوقات كيعجبني نشري هادا الجاهز بعض المرة كتكون غير قلصة كتح في بالك غدي تعمل شي حاجة كتجي بدو متل جسافي وكتعمل يعني كيوفر علينا صراحة الوقت والجد ماشي دائما كيكون الخطار وماشي دائما كيكون يعني لقانا هكذا باش نوقفو بالزهب في الكوزينة وانا من ناس لي ما صراحة ما كنبغيش نضيع وقت طويل في الكوزينة كيجبني نختصر طويل ونخرج في حالين ونضيع الوقت في حاجة اخرين مهمين ماشي مغير الطيبة فاصلا في كنتوك هكذا الطويسات ديالي كيف كتشوفو بهاد الشكل كنتوكو مالبنات حيتاش ما كنبغيش يتنفخو لي من الواسط بزدف ما بغيتوش يتوما تشوكوهم بلا شما تشوكوهم يعني ماشي ضروري انكم تشوكوهم لانا غنعمل فيهم الحشوة مباشرة وهي الحشوة كتاقها شوية غيجيوكم نفخن شوية ولكن انا ما كنبغيشي من نفخن من الواسط باش ما كيتقببولي شي من الواسط وبالنسبة البنات لهادة الطويسات هادو عملو الطويسات اللي متواجدين عندكم عملوهم يعني اذا كانوا عندكم صغارين اللي هادو عملوهم عندكم هادو كلي كي يجيو على شكل اوفال عملوهم دايما كيف كنقول لكم الجود بالموجودة لبنات ما تعقزوش يرسكم بشي اشياء اللي هي تافه هلا ما عندي شي الطويسات ما غادي نعملو مشي حتى و اذا ما عندكم مشي الطويسات ما الرقع عملو غير دائرة في دائرة عملو واحد دائرة لولة كبيرة وعملو فوق منا واحد دائرة من فوقين اللي تكون متقوبة من الوسط صافي واتلسقوها بالبيض وتعملو فيها الحشوة وهي ديك سعين تكتنفخ كتجيب حل قوي لب وهي بدون قالب حالي كان حضرو الفولوفو وهاد العجينة هادي اللي كاتشي طلبنات ما تكوروها شي او تعجنوها عملوها فوق بعضيتها في حالي كتطويو شي حاجة باش هكذا كتحافظو لعلى التوراق ديالو ما كتجيكم شي مرة اخرى مع الجنب صافي فهنا بقي كنفكر واش نزيد العجينة حتى نشوف الحشوة الصراحة واش غا تقدني باش مخصني شي بقولي الطويسات وانا كان عملو مع التفكرت قلتو خا ما تبقى لي شي الحشوة غادي نزيد نطلق هاد العجينة وغادي نلبس بها قوالب اخرين وهدي طيب وخاخوين ونحتفظ بهم بعد غادي نستعمل هادو من بعد مرة اخرى اذا بغيت نجبدو منعمل فيهم شي حاجة يا اما حلوة يا اما ملحة هاد العجين المورق صراحة انك ينفعني بززف كنعمل فيه حتى الحلو يعني حتى هادو كل التارتولات اللي كيجيوا هكذا بالكريمة والفواكه كنعملو الصراحة بهاد العجينة هدي كتوفر عليها بززف دلوقت وخصوصا فرمادن مني كيكون الوقت صراحة كنعدلة كنعملة وكنقسمة وكنحتفظ بيها مني ما كيكونش الوقت كتكون عندي دائما هكذا شي واحدة او لا جوج في المجمد حتياط كيف قلت لكم مشي دائما كيكون الخطار ومشي دائما كيكون المورال باش نعملو كل شي فهنا صافي غادي نزيد اخرين لان كيف شوفتو حتى الحشوة بقتلي سافي كنضغط على العجينة اللي بناس هكذا باش كنطلع على الفوقين الحاشية وعموما هي باقة كتنفخ في الفرن وكتزيد تطلع طريقة سهلة جدا وانا من الناس صراحة لي ما كيعجبنيش انتعب راسي في الكروزينا سافي هاي قدتني الصراحة هاداك هاداك الحشوة اللي شوفتو معايك شوفتو واحد الكيمياء قليلة كيف تمان قلكم شي واش مية جرام او الى مية وخمسة وعشرين جرام لانا صراحة ماشي موزونة ولكن هادي كانت شطط لي يعني من الغدا هكذا بقتلي واحد الكورة هكذا صافيح وحتفت بها كذا تنعمل بيها شي مملحة يعني واحد الكيمياء اللي هي صغيرة بزف وخرجتلي كيف كتشوفو جوش اربعة ستة ثمانية عشر اطناش ببعتاج ستاشر حبة وهادو الحبتلي هوا مكبارين وحتى العجينة جاتني هي هادك العجينة ديال نص كيلو خرجتلي هاد الكيمياء هادي اما اذا عملتو مع الكفتة هادك الكيمياء اذا عملتو الخضار او لموين فلافل او لجازر او لا اي حاجة را كتعطيكم واحد الكيمياء اللي هي كتيرة ولكن انا هاد الحشوة هادي الصراحة به هاد الطريقة هادي كنفض لبلا خضر كجي غي الكفيتة هكذا من السماء بالبصلة وصوجاء كجي صراحة غزالة كجي بنينة بزف غير زعمو وحضروها البناء تردو علي الخبر هاد الاتناء ضروري كيكون الفرن مسخن مقبل يعني ما كندخلو مشي على فرن اللي هو بارد كنعملو مئتين درجة تل مئة وثمانين دا كنعندكم الفرن اللي هو عادي مئة وثمانيتين مئة عين وكندخل فرن يكون سخول كندخلو في الواسط من التحت ومن الفوق سوف يكون خليهم حتى كنشوفهم تحمرو هنا يا بديت كنشبدة البنات بديت كنشبدة الحباس ديالي وخبقي سخونين فانا كنشبدهم هنا بالفويتة كيف كتشوفهم حمرين وكيجي ورائعين هاد العجين المورق هدا كيف كتشوفو انا باستيعان هاد الفويتة لان هاد التويسات هادو ديال الحديد كيبقى وشابرين سخانة كيف قوت لكم البنات هاد العجين المورق هدا وخاك تحمروه بزف ما كيجيش معاكم قاسح وكيجي رائع فكاك الوحايل صراحة بالنسبة لي لي انا كنحن ضربه كل شي تقريبا سوف يمكن نزلوه بالنسبة للشربة البنات سراحة غيكة طيب كتحنوها هاد الشربة هادو لي ما كيدوروش كيكونوا على شكل فلوتة تحنوهم في الخلاط هكذا الكهربائي دل العصير او الخلاط اليداوي او لي بغيتو مهم وما كيجيو خاترين وتو ما كتتتحكمو في السمك ديالهم يعني وش تبغيوهم قاسحين او للا كيف كتشوفو البنات العجين كيجي روعة ومحمر كنخليه صراحة بالوقت يعني ما كنرد شي ببل مهم حتى كيتحمرو لي كيبقى عيني فيهم حتى كنشوفوهم تحمرو وتنفخو وهدا الشكل ديالهم كيجيو صراحة رائعين رائعين بززاف كيجيو البنات وهشاشين بززاف فو مرة مرة يعني مش دائما نحنا كنحضروا العجين في الضرفة زعمول هاد العجين المورق بالنسبة لبنات لي ما كيزعمولوشي صراحة يجي اغزال وبالنسبة للكفتة كيف كتشوفو انا تحمرت لي شوية لانا شوفت راسي تعطلت الجبن تحمر شوية لانا شوفت راسي تعطلت وطلعت الفوقي التحمر بالنسبة للشربة كيف كتشوفو السم كديالا كيجي عليها تشكل ماشي خفيفة بزف وماشي تقيلة بزف انا كنزيد لفلاخر شوية السوداني لانا كنضيف غفت زلفة ديالي لانا كتعجبني شوية هكذا حرورة وكتجي بنينة بزف وكتبقى انها صحية ومغدية انا كيعجبوني صراحة بالليل كيعجبني الشربات كتر من اي حاجة يعني متوجنات كتر من اي حاجة وكان عملو حل كيميا كتير اللي كتقديني تقريبا هكذا يومين بالنسبة لكيش البنات هاو ما كيف كيجيو من الداخل كيف كتشوفو من الواسط ما كيجيو شي منفخين بزف مديك تشكت لي تشكيتهم ولكن الحويشيات كيجيو طالعين كجي تقريبا في حل العجين المرمل او او الصبلي اللي كتحضرو باش تعملو به لكيش يعني ماشي كيجيو منفخين كاملين مستوى واحد من الواسط ومن الحاشية داكشي علاش قلت لكم البنات توقوهم من الواسط فصفي كانت هادي هي عشيوتنا البسيطة اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب غادي نطرف الكزينة ديها ليا البنات وبالنسبة لأخوات اللي ساقصوني على غسالة الاواني هادي كيف كتشوفو جاوني صراحة اسئلة عليها بزف بزفة غنحاول ان شاء الله مرة اخرى نجاوبكم يعني كون واحد اللي فيديو هاكذا فيها يعني بزف الحاجة تغير عليها مشي فيها يعني شيروتين ولا ولا شي حاجة واذا كنتبقى عندكم شيتساؤل خليوها ليعلى هاد الاساس هادا قدي نعمل شي فيديو يكون خاص على غسالة الاواني اللي انا كصراحة كنشوفا انها رجعت مهمة يعني البنات مهمة مهمة لانها كتعاون صراحة بزف كنعارفو ان احنا لمواعن يعني الاواني كيديونا الوقت بزفة الغسيل لان احنا واحد الشعب اللي كنطيب ويعني مشي في حال الاجانب يعني احنا عنا فطور غدا عنا مريندا عنا عشاء او ربما يوعد ما كانو شي اربعة دلواجبات رح عنا ثلاثة دلواجبات يعني كنهلكوا او كنستهلكوا الاواني كيتقورونا فكنوقفوا معهم بزف وانا كنشوفا صراحة انها مهمة جدا رجعت في حالة في حال في حال لبادورة او الالة ديالتصبين ديال الملابس ففاللول صراحة كنا كنقولو انها لا مشي مهمة مشي مهمة ولكن دا با كنعارفو ان لبادورة او الالة فكذلك حتى اغسالات الاواني كسرنا الصراحة كنحشيها ولكن ما كان فيها ولو شللتهم وخليتهم هنا يقطروا ما غادي نمسهم ما غا نجمعهم ما غا نحيدهم ونخليهم حسن الصباح يصبح ويفتاح ان شاء الله يربي سوف كان هدا هو الشكل الكوزينة ديالي كنطرفة باش هكذا كتصبح الينقية باش مليكن نحضر الفطور او نحضر الغداد ديالي كان لقاء واحد يعني واحد المكان اللي هو نقيه وكيش اشجعني على انني يعني نخدمه او ندخله او نخدم فيه بالنسبة لكوكوطة اللي بنتصرها شللتا غبيد دي هكذا خويتمنا الشربة وخليتها هيا هدا هو الشكل الكوزينة ديالي سوف هدا هو المحتوى ديالفيديو ديالي وما كنتمنى ان شاء الله يكون نال اعجاب ديالكم اذا عجبكم شجعوني البنات بلايك وتعليق وكنقلكم تصبحون على الفخير